مشروع صيانة لدائرة الماء يتحول إلى كارثة بسبب التخبط بالعمل بحسب شهادات الأهالي فالدائرة مدت أنابيب مياه جديدة لكن الأنابيب القديمة استمرت بتسريب المياه حتى سقط جدار هذا المنزل وأوشكت إحدى الغرف فيه أيضا على الانهيار أتركوا البوري القديم وعملوا بوري جديد وبيتنا قام يدوس وفوت الماء جواته وبيتنا خسف ونحن 16 يوم نعم حايط ما عدنا نحن نسوان وأنا مغى أغملي لكل معنا نحرس نفسنا يقبل الله هذا الشيء يصيغ بينا تقبل العالم يصيغ بينا نسترنفسنا ببردة المنزل هذا يقطن فيه تسعة أشخاص بلا معيل وجلهم نساء ولغاية الآن لم يتسلموا أموالا للتعويضات وبعد كل هذه المعانات جاءهم هذا المشروع ليبدأ معهم معانات جديدة من 2019 قدمت على تعويضات لحد الساعة لا طلع ولا استلمت ولا أخذت وغوح وأجي وراجع وانا مغى مريضة أضغط بي وسكري بي خفقان بالقلب وأي شيء ما أكو وقال فالله على الناس الطيبين الساعدتني دينتني لم يكن منزل أم فواز هو الشاهد الوحيد على رداءة العمل فبيوت أخرى في ذات الحي أوشكت على السقوط وأهالي الحي يستنجدون دائرة الماء قطعت الماء في الأنابيب القديمة لكن بعد خراب البصرة كما يقول المثل الشهير هنا البيت وقع وهنا تقريب بيتين ثاسي طلعت الأساسات مالهم زابت وجوه نوكا هم نفس الحالة عم كوبيت الساعد للسقوط إذا صورته وشأته من يعوض هذه العوائل التي باتت منازلها آيلة للسقوط بسبب تخبط دائرة الماء بيوت نجت من الحرب فوقعت بحرب المشاريع الرديئة دون أي اكتراث لواقعهم من الموصل أحمد جفال قناة دجل الفضائية ترجمة نانسي قنقر